بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نشرح كيفية الطباعة من الهاتف أو من اللابتوب على طبعات ال HB Laser Jet اللي بدون شاشة Laser Black مثل هذه 1102W فيها رمز للواي فاي وعندنا طبعة Disk Jet 2540 برضو فيها رمز للواي فاي نبدأ كيف نطبع من الكمبيوتر أو من اللابتوب العملية سهلة أول شيء دائما لازم نربط بين أو ندخل الطابعة على الراوتر ونستخدم مفتاح WBS هذا مفتاح WBS موجود في الخلف شرحنا أكثر من مرة النقطة الثانية ندخل اللابتوب على الراوتر وهذا عملية سهلة النقطة الثالثة ننزل برنامج الطابعة إذا عنده CD ويفضل نجيب البرنامج من النت حديث بكون أفضل زي ما راحين نشوف نبتد على بركة الله الخطوة الأولى ممكن نستخدم مفتاح WBS حتى ندخل الطابعة على الراوتر ولكن ممكن نستخدم اليوم طريقة ثانية باستخدام البرنامج الإعداد ونأجل هذه الخطوة طبعا اللي عنده متوفر مفتاح WBS يفضل أن يستخدمه أفضل وأسرع له وأسهل نضغط 5 ثوانع على رمز الواي فاي وبعدين نضغط ثانية أو ثلاثة على رمز WBS الموجود في خلف الراوتر الخطوة الثانية زي ما قلنا الجهاز مربوط مع شبكة الواي فاي اللي هي TP-Link اسمها الخطوة الثالثة نبحث عن الدرايفر نقوم بعمل داولود من النت هذا الدرايفر لهذه الطابعة ونفس الشيء نقوم بعمل للطابعة الثانية دائماً منزل الـ Full Feature زي ما قلنا أكثر من مرة يكون حجمنا عن ما أكبر شوي ولكن مش مشكلة نقوم بعمل داولود دابل كليك هل نشوف دابل كليك عليه الآن الطابعة مش موصلينها بال USB نشرح الخطوات المهمة هذه السهلة حاجات نستخدم الـ Easy الطابعة اول طابعة عملية الربط مهمة من خلال الـ Wireless الخيار الأول من خلال الـ Wireless أول مرة طبعاً ننتظر إذا ما استخدمنا مفتاح WPS بالحالة هذا لازم نستخدم الـ USB مصّلنا USB بدو يبحثنا عن الـ Router Automatic أوكي هذا اسم الـ Router T-B Link أوكي إذا لدي أكثر من واحد ممكن أختار بيناتهم فهذا الحالة ما استخدمنا مفتاح WPS اللي هو السهل هذه طريقة أخرى من خلال البرنامج أثناء إعداد البرنامج يساعدنا طبعاً لازم يكون عندنا كابل USB متوفر ونخليه على الخيار الأول Enable Direct Print أوكي الآن بقول لي افصل USB نافصله الآن نعمل Next خلي طبعاً نحط طبعاً مرة مستخدم مش مشكلة وهي كأنتهت العملية A Print Setup No الآن إعادة تشغيل الكمبيوتر أيضاً No طبعاً موجودة الآن ونالاين سوف تقلق عليها Printer Properties نشوف البورت تاحة البورت ليس على USB الآن وجودة على IP ماخذة منلاحظ 191681101 نفس الشيء ننزل لـ 2540 Disk Jet ممكن من خلال HP Smart وشرحناها في فيديو منفصل أو ننزل لـ Full Feature نفس الشيء داولود خلا نستخدم مفتاح الواي فاي نربط على طريق WPS نضغط عليه 5 ثواني نلاحظ ضوء الواي فاي نعمل Flashing نضغط مباشرة على مفتاح WPS موجود خلف الراوتر لمدة ثانيتين ثلاث لما يصير ضوء الواي فاي مستمر معناته ربط مع الراوتر الراوتر ضوء الواي فاي الأن صار مستمر مناته الطابعة تخلط على الراوتر باستخدام مفتاح WPS بعد ما عمنا داولود للبرنامج من النت داولود ثلاث ثلاث نفس الخطوات نمشي فيها بسرعة الآن الطابعة داخلة على الراوتر باستخدام مفتاح WPS الطابعة داخل على الراوتر والكمبيوتر برضو داخل على شبكة الواي فاي على الراوتر ستقنب بعد تشتغط طريقة الراوتر من خلال الواي الواي الراوتر تحصل على الطابعة مباشرة بمعنى داخل الروتر والكمبيوتر داخل الروتر سهولة بحصل هذه إذا منلاحظ هيك انتهت العملية بضل عملية الريجستريشن وهذه الأمور نائلها داعي انتهت الخطوات نقول له نو ثانكس هذه الطابعة صارت موجودة الطابعة الآن صارت جاهزة وهذه برضو الطابعة جاهزة محطوط عليها هنا طابعة شبكة الآن ننتقل للطباعة من الهاتف خلينا الآن نطبع من الهاتف على الطابعة عن طريق الواي فاي الخطوة الأولى دخلنا الطابعة على الراوتر الخطوة الثانية مندخل الهاتف برضو على أو منشبكه مع الراوتر وهذه برضو سهلة مروح على شبكة الواي فاي منشغلها نربط مع التباعة التباعة الآن نكون نكتد بعد ذلك نروح ننزل من البلاي ستور برنامج الهاتف بي سمارت موجود عندنا ثاني واحد في الأعلى نضغط عليه إذا الطابعة مش مضافة عندي عندي طابعة ثانية بدي أضيف طابعة ثانية نعمل نعمل هذا البرنتر من لاحظة مستويات الأحبار نقدر نطبع أي حاجة دوكيومنت أو صورة أو كذا نقدر ندخل على أخصاص الطابعة نشوف البرنتر 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 وهكذا يعني أمور سهلة إذا من لاحظ جدا من لاحظ العملية سهلة ملخصة نربط الكمبيوتر أو الهاتف مع شبكة التيبي لينك وهذه سهلة ندخل الطابعة على شبكة الواي فاي في أكثر من طريقة إما عن طريق مفتاح WPS وهذا أسهل شيء أو من خلال البرنامج الحاجة الثالثة ننزل البرنامج إذا في الكمبيوتر نعمل داولود من النت إذا في الهاتف ننزل البرنامج HP Smart إذا أحد عنده أي إضافة ما يبخل فيها على إخوانه نلقاكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا